السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم يا صغاري؟ معكم المعلمة افتكار العقاد من الصف الثاني من مدارس الأكاديمية العربية الحديثة اليوم يا أعزائي سنأخذ درسا جديدا في مادة اللغة العربية درس العصفور المغرد وهو القراءة التحليلية زائد المعاني هيا بنا معا النتاجات المتوقعة منكم تحقيقها بعد الانتهاء من هذا الدرس أن تقرأ الدرس قراءة تحليلية وجهرية صحيحة أن تقرأ الدرس مراعيا نطق الحروف الباء والتاء والثاء تتعرف معاني المفردات الجديدة هيا بنا معا أولا كما تعودنا سنقوم بتحليل العنوان إلى حروف ومقاطع هيا بنا كلمة الأولى هي العصفور المغرد فيه حرف مشدد هذا الحرف يصبح حرفين الأول ساكن والثاني متحرك لنحلل المغرد أحسنتم والآن أمامكم مصد الدرس قوموا بالفتح عليه لنبدأ بقراءته قراءة تحليلية العصفور المغرد سارة ليث وغالب وثامير في بستان سمعوا عصفورا يغرد على شجرة قال ليث ما أجمل تغريده قال غالب تغريب أنظر إنه على ذلك الغصن تناول ثامير حجراً و أراد أن يرمي بشجرة العصفورا يغرد على شجرة قال ليث أهذا جزاء تغريده خاجل ثامير و رمى ألحجر على الأرض توقف توقف يستمع إلى العصفور ثم قال ما أجمل صوته يسرني أن أسمع غناءه و لن أرمي عليه حجراً بعد الآن والآن يا أعزائي هذه هي طريقة التحليل الصوتي أطلب منكم أن تقوموا بقراءته أولاً بطريقة التحليل الصوتي للتمكن من التهجئ الصحيحة والقراءة الصحيحة بالحركات ثم قراءة عدة مرات الآن بالقراءة الجهرية المعتادة هيا بنا العصفور المغرد سار ليث و غالب و ثامر في بستان سمعوا عصفوراً يغرد على شجرة قال ليث ما أجمل تغريده قال غالب انظر إنه على ذلك الغصن تناول ثامر حجراً وأراد أن يرمي به العصفورة قال ليث أهذا جزاء تغريده أهذا جزاء تغريده خجل ثامر و رمى الحجر على الأرض توقف يستمع إلى العصفور ثم قال ما أجمل صوته يسرني أن أسمع غناءه و لن أرمي عليه حجراً بعد الآن بهذه الطريقة يا أعزائي نكون قد قرأنا الدرس بالطريقة التحليلية والطريقة الجهرية المعتادة لدينا أطلب منكم أن لا تقرؤوه مرة واحدة بل مرات كثيرة تدربوا عليه تدربوا أكثر من مرة حتى تتقنوا القراءة الصحيحة والآن هيا بنا لنتعرف على معاني الدرس كلمة سارة سارة ليث و ثامر و غالب ماذا نعني بسارة؟ مشى مشى كلمة تغريد 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 ماذا؟ تغريد العصفور إذن ماذا نسمي كلمة تغريد؟ هو صوت العصفور صوت العصفور أحسنتم كلمة أجمل ما أجمل ماذا نعني بأجمل أحلى أحسنتم ماذا نعني بكلمة تناولة؟ هنا قد يختلت عليكم معنى هذه الكلمة فمنكم من يفكر بأنها أكلة لكنها ليست بمعنى أكلة لأنها في النص ذكرت بأنها تناول ثامر الحجر هل يأكل ثامر الحجر؟ لا إذن أخذ الحجر عن الأرض أخذ الحجر معنى تناول هنا في النص؟ أخذ أحسنتم يسرني يفرحني يسرني عندما أسمع صوت العصفور الجميل أي يفرحني سماع صوته الجميل أحسنتم هيا لنحلل الكلمات الكلمة سارة ستصبح سارة سارة اتصلت الإسمع الآ لأن الآ حرف مد ساكن والراء متحرك يبقى لوحده تغريد 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 وصل حرف الغين الساكن مع السابق لأنه ساكن ويحتاج من يتصل بالذي قبله أما الياء فهي مت فاتصلت بالحرف الذي قبله والحرف الدال متحرك وهو قوي أحسنتم أجمل أج ما لا أج ما لا حرف الجيم ساكن يتصل بالحرف الذي قبله حرف الميم متحرك مقطع منفصل لام متحركة مقطع منفصل أحسنتم تناول 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 ت كتبت لوحدها الت لأنها متحركة وهي قوية تناول 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 هنا ليس ساكن فيصبح حرفاً عادياً فيكون حرفاً قوياً لا يتصل بأي حرف معه واللام متحرك فهو مقطع منفصل أحسنتم يسرني يسرني هنا حرف الرائي مشدد فيصبح حرفين الأول ساكن والثاني متحرك راء ساكنة إر ساكنة وإر متحركة يسرني إذن عند التحليل ي تكتب لوحدها لأنها متحركة وهي قوية تأتي سرر وصلت الراء المساكنة مع الحرف الذي قبله يسرر الراء الثاني المتحركة تصبح لوحدها وبقي لدينا ني وصلت النون مع الياء لأن الياء من حروف الماد وحروف الماد تتصل بالحرف الذي قبله يسرر ني يسر ر ني أحسنتم أطلب منكم يا أعزائي أن تقوموا بكتابة المعاني وكلماتها على الدفتر بخط مرتب مع تحليلها الصحيح بالإضافة إلى واجب بيتي وهو نسخ الدرس بهذا نكون قد أنهينا درسنا لهذا اليوم أراكم على خير يا أعزائي بدرس جديد إلى اللقاء موسيقى موسيقى